الثناء والتقدير الذي أبداه الرئيس الصيني شي جيم بينغ في كلمته بمناسبة حلول العام الجديد لما حققته البلاد من إنجازات وبجهود بالغة تعبر عن دقة التخطيط والتطبيق الذي تنتهجه الصين ومن هنا ينطلق من أرضية صلبة ليس لتسويق أعلامي أو تسويق شخصي ولكنها حقائق حقائق ثابتة وأثبتت للجميع أنه صادق في كل ما يقول فشكرا له وأهنئه مرة ثانية على هذا النجاح تركيز الرئيس سيشي في كلمته على أهمية الإنسان والشعب والحياة وإنجاز الانتصار على كوفيد 19 والفقر عام 2020 والحث على مواصلة الجهود في سبيل تحقيق مزيد من الإنجازات يحمل كما يرى الفلسطينون رسالة أمل وحب ومستقبل مشرق خطاب سيد الرئيس الشيء يحمل رسالة حب وأمل للشعب الصيني وللإنسانية جمعاء بأنه قد تم التغلب على جائحة كورونا في الصين بفعل الالتزام والانضباط والرعاية الصحية المتساوية التأكيد على أن قطار المسير الجديد لبناء الدولة الاشتراكية الحديثة بشكل شامل سينطلق فورا من خلال مواجهة كل الصعوبات بالكفاح والعمل الشاق سيؤتي الثمار بتحقيق مزيد من المعجزات لو لا هناك في حرص وحب وبناء إنساني سليم بعقل نظيف وقلب طاهر لما نجح الصينيون في هذا الموضوع رسالة أمل وحب وإطلالة على مستقبل مشرق ومزدهر بحياة رغيدة هكذا يرى الفلسطينون في كلمة الرئيس الصيني في مطلع العام الجديد محمد الصانوري سي جيت أن العربية رام الله